ان السياسة من اجل السياسة فقط ليست عملا قوميا غاب سعادة لكن حزبه الذي بقي يخوض اليوم انتخابات الاعتداء التقرير الذي لم يرقل حسين هاشم مرافق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان النائب اسعاد حردان وبدل الاعتراض ديمقراطيا ما كان منه الا ان اعتدى بالضرب على معدة التقرير الزميلة غادي فرانسيس على الرغم من محاولة العديد من المتواجدين في المكان ابعاده عنها غادي توجهت صباحا الى دهور الشوير لاستكمال عملها في تغطية انتخابات الحزب وما ان ترجلت مينا السيارة برفقة زميلنا المصور هادي قايس حتى بدر هاشم الى مهاجمتها مدعيا ان لديه تعليمات بابعاد الصحفيين تعليماته تعدت اللياقة والتهديب والمبادئ التي من المفترض ان يكون قد تشربها من حزب يطالب بالحرية واحترام حقوق الانسان في كل الامة السورية خريج العلوم السياسية هاشم لم يكتفي بتوجيه الالفاظ النابية الى غدي بل استخدم الضرب المبرح ربما ليثبت وجهة نظره السياسية فالقيادة الفخورة بانجازاتها منعت غدي بالامس من اغذي اي رأي لأي مرشح للمجلس الاعلى وسمحت اليوم لأحد عناصرها بالاعتداء على غدي واكتفى الحزب بعدم الاعتذار على اقل تعديل نحن مبارح يعني بس احنا نغطي الاول المؤسما ما خلونا نفوت ونصور مع كل العالم وكان الشاب بحسان يعني منعرفه من قبل انا بعرفه هو كان معنا كل وقت عم بيرقب كيف عم يتحرك لما ناخد تصريح من حدا الا رئيس الحزب اللي ازعطونا مقابلة معه رغم انه نهارتها مبارح ما طلبنا حتى فهن بدنيانا نستفى بهيدي المقابلة المبارح من التقرير وطلع على النشرة مقابلة مع رئيس الحزب اسعد حردان وفيها يعني انه ما قدرنا نحكي بعد التقرير كمان بقى قلي الشاب وعصب علي مرضات علي وفكر الخط اليوم كنت بره وما فتنا واصلا ممنوع نفوت هي هي شيء شأن داخلي حزبي ما في الاعلان يفوت فنحنا بره فإجا انا عالطريق يعني اذا حسين قال لي انه سلي من هون لان سلي مفيك تقلي انت سلي لان انا عالطريق العام ايه فاااااااااااااااااااااااااااااااا يعني بلاحظتها كل شيء صار اكتب سراع ولحظتها مسكن برقبتي وصار بضي يفللني بالقوة بعد هايدا الشيء صار ييهزم ويلبطني علي بطني وهيك يعني اذا بدو ياخذني بدو يسحبني بجسديا من المكان علمان انه المكان على الطريق العام. برا. نعم. وبعد ما عايزه الناس يفوتوا بالنص يرجع يفلس من ايديون وكلما يعني كلما نقرب على بعض يلبطني على بطنة او يضربني على وزي باكس. نظر في الباكس على وزي. وشي اربع مرات. وشي اربع مرات لبطنة على مات. بضي يتحبني من المكان وكمان يمكن رجد فعل على تقرير مرح. علمان انه انا مرح يعني ما تجنات على حدا ولا قلت انه نحنا وفلين كمان سريك حسنا ويتعرض لنا بالحكي نحنا وفلين. نعم. كان بدينا نفر بالقوة فكرنا عم نسجل اه اه حديث على التليفون من حدا علمان انا عم نسلم يعني عنا معارف كتير نحنا. اه اه رغم انه صار تعنيف انا ما ذكرته بالتقرير لنلزم موضوعية ما ينحول فيه شخصي. غادي كان في وسائل اعلام اخرى غيرك كمان. ما فيه احنا وفيه اه مراسل من من سطحة المحليات بجريبة الاخبار. طب هل تعامل بس معك انت بعنف يعني? حتى يعني زليلنا من جريبة الاخبار اكل بوكس بالسريقه ونزل دم من خارق او شو جايك حد من خارق. انا تمنيت رغم الخطأ اللي بيقول لنا عنه بالحدود وبالمناطق التانية تمنيت بتي محل تاني من محل في جهد في مجتمع مريض يتعرض لي. انا ماخر شي بحياتي كنت بتخيل انه حزب الجديد التي اعتادت عدم السكوت عن الحق ودفاع عن كل قضية فانها لن تستكين اليوم وستلجأ الى القضاء لينال هاشم عقابه لعل حماية الجسم الاعلامي تصبح من اولويات بلد يخاف فيه البعض من الكلمات الحرة.